لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه فقال يريد الله ليبين لكم أي جميع ما تحتاجون إليه أو إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيارهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام فلذلك نفذ ما أراده أي كان ما أراده ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة ويتوب عليكم أي يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم فهذا من توبته على عباده ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له فهو الحمد والشكر على ذلك هو سبحانه وتعالى يوفق من شاء الحمدكم الله يوفق من شاء إلى التوبة فإذا تاب قبلها منه سبحانه وتعالى والله عليم حكيم أي كامل العلم كامل الحكمة فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون ومنها هذه الأشياء والحدود ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه ويخذل من اقتضت حكمته وعدله ألا يصلح للتوبة لأنه أعلم بعباده سبحانه وتعالى وهو الحكيم لا يضع شيئا إلا في موضعه وقوله والله يريد أن يتوب عليكم أي توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم وتقرب بعيدكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أي الذين يميلون معها حيث مالت ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين والمقدمين لأهوائهم من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم هؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أي أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان عن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه وإذا نظرنا في واقعنا نرى أصحاب هذه الدعوات الذين يتبعون الشهوات يحاربون شرع الله سبحانه وتعالى فيدعون إلى الفواحش ويدعون إلى الزنا والعياذ بالله تعالى بأقوالهم وأفعلهم يحاربون العفة والحياء والحجاب في المسلمين وفي أبناء المسلمين وينشرون الفساد والعياذ بالله تعالى ويريدون من النس أن يغرقوا في الشهوات ولا حول ولا أقوة إلا بلا المحرمة حتى ينحرفوا عن طاعة ربهم إلى طاعة الشيطان حتى دعوا إلى زواج المثلين ولا حول ولا أقوة إلا بلا ويدافعون عن من يفعل ذلك وعن الشواذ وغيرهم وقد صدق الله عز وجل حينما أخبرنا عن هؤلاء فقال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يقول فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم وأن هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقتين وقوله يريد الله أن يخفف عنكم أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه لذلك قال وخلق الإنسان ضعيفة ضعيف البنية ضعيف الإرادة ضعيف العزيمة يقول ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته هذه الآيات فيها الكثير من الدروس أولها إثبات صفة الإرادة لله عز وجل وقد تكررت في الآيات الثلاث يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم وهذه الإرادة تنقسم إلى قسمين أو نوعين هناك إرادة دينية شرعية ويتتعلق بما يحبه الله ويرضاه كما رأينا في هذه الآيات وهي تكون من العباد فهي عبارة عن أوامر الله عز وجل لعباده أن يفعلوا كذا وأن يتركوا كذا وقد يتحقق ذلك وقد لا يتحقق كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمنهم من يعبد بالفعل ومنهم من لا يعبد منهم من ينحرف عن عبادته سبحان فقد يتحقق هذا المراد وقد لا يتحقق والقسم الثاني والنوع الثاني إرادة كونية وهي تتعلق بفعل الله عز وجل بما يحبه وما لا يحبه كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه الإرادة يتحقق فيها المراد ولا يتخلف أبدا وهذه كما ذكرنا تشمل ما يحبه الله وما لا يحبه فإن سألت لماذا أراد ما لا يحبه سبحانه كخلق إبليس مثلا ووجود الشر وتسلط الكفار على المسلمين نقول هذا ليس شرا محضا وإنما هو شر نسبي ومن ورائه حكم تتحقق وخيرات تتحقق كثيرة مثلا إذا تسلط الكفار على المسلمين شرع الله عز وجل عبادة الجهاد في سبيله فيصطفي من يشاء ويختار من الشهداء وهذه المجاهدة يأجرهم عليها أجرا عظيما مجاهدة الكفار وغير ذلك والإنسان منه قد يفعل شيئا لا يحبه لما فيه من الحكم كإجراء عملية مثلا تؤلم طفله أو يستأصل من جسمه شيء إن لم يفعل ذلك ربما مات وربما ضره فهو بنفسه يوقع على ذلك ويرضى ذلك مع ما فيه من الشر ومع ما فيه من الشد فتشق بطن الطفل مثلا والأب يعلم ذلك ويراه وذلك لمصلحة تتحقق ولله المثل الأعلى فهو سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء التي لا يحبها وقدر ما لا يحبه لما يترتب على ذلك من الحكم العظيمة لكن لابد أن نعلم أنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى وفيها أيضا أن الله عز وجل يحب من عباده التوبة والله يريد أن يتوب عليكم وفي المقابل نجد أصحاب الشهوات يريدون لهذا المجتمع الفساد والميل مع الشهوات والانحراف عن شرع الله عز وجل فلابد أن ننتبه لهؤلاء الفسقة أتباع الشهوات دعاة الرذيلة والمحرمات الذين يريدون الشر بالناس أن ننتبه لمكائدهم ومكرهم وأن لا نتبع هؤلاء وإنما نتبع شرع الله عز وجل وفي هذا الشرع الخير كله والتخفيف والتيسير والرحمة يريد الله أن يخفف عنكم وهو سبحانه من خلق الإنسان فيعلم بضعفه ولذا قال وخلق الإنسان ضعيفا وخاصة أمام شهوات الجنس ولذلك أحل للإنسان حينما لا يستطيع زواج الحرة أن يتزوج الأمة كما ذكرنا أمس وكذلك ما كان من التيسير في الرخص ونحوها التي تتناسب مع ضعف الإنسان وأحل له الزواج ومن امرأة واثنين وثلاث وأربعة وأحل ملك اليمين وغير ذلك مما فيه تخفيف على الإنسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لبعلكم وعزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين